بالفازلين والخلاختي ستخلصي اليم شي حاجة اسمتها الساواد عندك ليطاشة عندك عدم توحيد اللون عندك زرقية في المناطق الحساسة فاليوم اختيجيت واجبت ليك احسن وصفة اللي غاترجعك تشعلي شعيل وغاترجعك الجسم ديالك ان شاء الله بيد صافي حليب ما في لا زرقية لا حبوب لا نمشوكلف لا تسبوغات لا ليطاش لا تشي حاجة وصفة رخيصة ومنذ اول استعمالة البنسكت عطي ناتيج دورة دائما نخليليكم بعض المقاطع ديال الفيديو باشا كده تشوفوا ما شاء الله النتيجة بالاحيون ديالكم نتيجة رائعية البنات الفازلين في ترطيب يعني كرتب الجسم ما كتحستيش قعب لابو ديالكناشفة كذلك في توحيد اللون وتبيض في نفس الوقت وكذلك الخلي كيصفي وكيبيض وكيوحد اللون ديال البشرة ديال الجسم فوصفة زوين نارخيصة واقتصادية انتمنى تعجبكم البنات واهم حاجة قبل ما نمروا لطريقة تحضير طريقة الاستخدام والاستعمال فليغنا بغي نقول لكم ما تنسونيش الماس بل ليلائك 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 ديالكم كترو منهم بفضل ليلائك ديالكم كزيدو تافنسوا بنا وزيدو تشجعونا باش نخدموا وزيدو تخليونا نجيبو لكم كل ما هو زوين وكل ما هو موفيد فشجعونا قزالتي باللايكات وشتركوا في القناة يعني البنت لي ما زالين ما مشتركينش يشتركوا مرحبا بكم كبسة واحد الكبسة التحت وضغطوا عليها وفعلوا زي الجرس باش هكذا يبقى وصلكم اية جديد ويلاهوا معانا باش نتعرفوا على مقادات الوصفة وطريقة تحضيرها استخدامها استعمالها ومتفاصل كام وان شاء الله سنشاركها معاكم ستبعوا معايا الفيديو فاول حاجة اللي بنات سنحتاجها هي الخل وفي نسبة البنت الخل يمكن تخدمي باي نوعية دي الخل عندك فأولي سنخدم به عندي صغر وكبير اه ممكن تخدمي بهاد الخل انتم معارفين لبنت القدام ومعارفين انه النوعية دي الخل مائدة الملون ديما دي ما كانت ستخدمها زوينة بزب زب فممكن تخدمي بهد الخل كيفما ممكن تخدمي بهد خل تفاح تهو زوين هذا البنت دي السطار او تخل بيتها وزوين هاد الانواع كلهم مزيانين اما خل بيت اما خل تفح اما خل حامض اما خل عادي بالنسبة الفازلين ممكن تخدمي بهاد النوعية هاد دي السعودية رامعروفة ها هي البنات هادي دي السعودية فازلين سرق يجيب يو طبيعي خديتها البنات ثلاثة وكلهم مبقى فيهم تشي حاجة صار حمزيانين مزيانين بزا انظر الحق الكبير قدير 30 درهم لاحظة الحق صغير قدير 15 درهم اسمح شارك معكم انواع الآخرين هذا الفازلين هاد الابنات زوين في الورد تتحمق هاد الابنات بخمسة درهم الان يجري ان تأخذ تخل بكل خمسة درهم يجري ان يجري ان اخذ هادو و كل الانواع سمق asiat يجب أن تسلقك أو تعجب بكتن هذا الفاني أو الفانيلا تهوز وين لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا هذا الفانيلا هذا الفانيلا هذا بالأرقان هذا بالأرقان لأنه في الأرقان في الحامض اختر لكم على البلدية التفاح البعويد الخوخ الرمال التفاح التفاح تهوز وين يحمق ويهب هذا الحامض بالمناسبة يصلح للشافتين يعني سبيدي بيشنايف ديالك كانوا كحلين مثلاً ولا فيهم الساود ولا فيهم الحبوب ولا مقشبرين ولا مفلحين يصلح لقديمة الرجيلات يصلح الباقتي أنتيم ليديدات الكوعين الرجلي المرفيقين لما نتقل حساسة ديالوليدات الصغر الكبار هذا الحامض ما خصوش يخطك راهم 5 درام 6 درام لغلى على مسقي الحمد لله و هدوه هم المكوناي الأساسيين دابا البنس غن نزول كوطي التانوي هشنو أختي غدي نحتاجوا فيه هو الحاجة غدي نحتاجوا إن شاء الله هي كيمية الناشاء و يسمى البنس بيد دوراء أو الميزينة بنسبة لنشاء كيفت تحتها والبشرة و كيفيضها و كيعالج البوقاع كيعالج السود المهمية مشكلة كان عندك في اللوكور ديالك فعليك بالنشاء هدفي 180 جرام وصراحة حزوين نحتاج الحليب باودر و غبرة نيدو لانها زوينة و تبيض و نحتاج الحليب الغبرة العبار سوف تخدموا بي تهواره ممكن تخدموا بي و يحتاجون الشوفان اللي كيكون مطحون و منقي و مطحون مزيان مزيان و يستطيعون ناس اللي كتسووني و كتقولي شنو الدور دياله الدور ديال الشوفان لبنات كينفخ لوجه و تنفخ لك و تنفخ لك و تضغط طبال زوين و يحمق و يهب لعني الشوفان عنده عدة متيازات فشوفونتو ما الحاجة اللي تناسبكم هي اللي تخدموا بيها بالنسبة للمكون ديال الخرقوم البلدي الناس اللي كتقولي اياه وش الخرقوم البلدي شنو كتقصدي بي كنقصدي بيها لبنات كنمشي عند العطار كناخد كمية الخرقوم عواد و هي اللي كنخدم بيها الوصفة ديالي خرقوم عواد ما كانخدمش بالخرقوم يعني ببودر مطحون كناخد مثلا 5 درامو ل 10 درامو لبنات كنجيبوه مطحون عند العطار هادي احسن حاجة باش نبيض المناطق الحساسة نعالج السواد و نعالج الحبوب نعالج اي مشكلة فكما قلنا الخرقوم البلدي اطلع هزوين و بزف فالمهم حبيباتي نعودوا المقادير قلنا انشاء قلنا الشوفان قلنا الحليب غبرة قلنا الخرقوم البلدي والخل والفازلين في المجموعة نستجيل المكونات و كل مكونات من شاء الله عليك و كل مكونات فعلى بركة الله نبدأ بأول حاجة البنات والدراء المايزينة و لدينا اضف ماء حسب ماء الخل ماء الماء ثانية المعرقة الثالثة الناشا كل شيء بالخل مركز مئة بالمئة طبيعة الحالي لما يناسبك شاي الخل و يدعك الحساسية خذ كبير الماء مع مع القصغيورة الخل و إلا ما قدرتيش أعوضيه بالماء ديال الورد يعني هنالبنات ديما ما كنقولش لكم دروا الجسم ديالكم لأنه بزفت اللبنات كيقولوا ليحنا مكتوتىش معنا الخل إلا ما كانش كيتوتى معك بعدي علي عوضيه بقراءات الماء ورد ثلاثة دراهم هذي تمكونا زوينة فالمهم البنات لأنه ورع بزاف منا ما كان عارفوش واش الخل كي ناسبنا ولا لا فديما الوصفة اللي كتكون بالخل ولا ما كتعرفيش واش كتوتى معك لأنه مثلا شي مكوين ما ناسبكش ديما حبيباتي خذي الوصفة ديالك وطبقيها هنا هذا المعصم هذا ديال اليد وخليها حتى كتجف ومبعد بديت تفركي فيها وإلا حسيتي بقية قاما شفا تبديتي كتاكولين الحمد ديالك كتتحكيه ولا حمار لك فبعدي عليا يعني ذاك المكوين نرى مناسبكش فالشي باش كنعرفوا الوسطى ناسبتنا ولا لا لأنه هنا هي منطقة حساسة اكتر من جلدة ديالنا العادية ومن هنا غنضيفه معلقة ديال حليب غبرة وكان نبقى نخلطه ومن بعد ما اضفت حليب غبرة اضفت النشا ديال الناس غنضيفه الشوفان اول الخرطال ومن نسبة لشوف ان الله خرطت بزاف من نحن النساء ما كان خدموش به ولكن اللي اريد نقول لكم هو رهزوين وفعال غير خدمو به والله القسمة للناس سوف ترحموا لي بها الوليدين وهنا هي المعلقة الأولى والمعلقة الثانية والمعلقة الثانية ومن الشمسة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا وانطلقوا معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة السلام عليكم